استدامة هو برنامج وطني للاستدامة الاقتصادية والمالية برنامج تنفيذي متكامل يهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام وإدارة حكومية فاعلة البرنامج ينصب على ضبط الميزانية العامة والحفاظ على سقف العجز بثلاث مليارات ببلوغ 2020-2021 كما يستهدف أن يشكل القطاع الخاص 58% من الناتج المحلي والتركيز على الاستثمار الأجنبية مدة البرنامج خمس سنوات ويأتي ضمن رؤية الكويت لعام 2035 استدامة لا يلغي أو يحل محل أي من خطة التنمية أو برنامج عام للحكومة يحتوي البرنامج على خمسين بند استراتيجيا تم توزيعها على أربع محاول رئيسية بأهداف واضحة ويسعى لرفع كفاءة الغطاء الحكومي والسيطرة على المصرفات والنفقات الحكومية وتنويع مصادر الإرادات العامة وإعادة هيكلة الاقتصاد وتوفير العديد من فرص العمل قطع البرنامج عدة مراحل رئيسية منذ انطلاقته عام 2016 حيث شهدت 24 مبادرة تقدما ملحوظا ما ساهم في تقدم مرتبة دولة الكويت في المؤشرات العالمية وفي المحور الأول تحسين الخدمات الحكومية تم إنشاء مركز الكويت للأعمال وتخفيض أيام وإجراءة تأسيس شركة وإصدار الرخص التجارية ومن خلال المحور الثاني دعم وتحفيز القطاع الخاص تم ترقية بورصة الكويت وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وإتاحة ألف فرصة وظيفية في القطاع الخاص وتمويل أكثر من ألف مشروع صغير بينما تحقق في المحور الثالث تطوير وتنمية سوق العمل تم الانتهاء من تصميم نظام إلكتروني مطور للتوظيف والانتهاء من تحديد العمالة الوهمية في القطاع الخاص ورفع مستويات التكويت فيه وفي المحور الرابع استدامة المالية العامة تم إطلاق خطة للميزانية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات والحفاظ على التصنيف الاعتمالي مع توقعات مستقبلية مستقرة وترتيب أولويات مشاريع النفقات الرأسمالية كما تم إطلاق العدادات الذكية التجريبية للماء والكهرباء لرفع نسبة معدل التحصيل مبادرات البرنامج توزع على أكثر من خمسين جهة حكومية تخضع جميعها للنظام الحكمة وجاري رسم استراتيجية صناعية وسياسية واضحة ترجمة نانسي قنقر